اشتركوا في القناة نهاية كيالي وما بعده من الجهل والتخلف نحاول مش الرد على آخر ما تبقى من هذه الفيديو ونختم هذا الموضوع وإليكم بعض ما قال هذا الدجال أما الشكل العام للأرض سيكون مسطحا قال تعالى وإذا الأرض مدت هنا سوف لا أرد على ما نقله الكيالي حول إن الله يجمع الأرض ويمسك السماء بيمينه وإنما سوف أرد على هذه الآية التي تقول وإذا الأرض مدت هنا يقول علي منصور الكيالي المقصود بمدت يعني سطحت وكأن يريد أن يهم الناس إن القرآن كان يعترف بكراوية الأرض وهنا يقول إنها مدة يعني تحولت من كراوية إلى مسطحة وهذا بالطبع افتراء من طرف علي منصور الكيالي لأن عندما تعود للتفسير نجد مدة أي التسعت يعني عندما نرجع للأحاديث الكثير أو حتى عقوان محمد يقول عندما تزال الجبال وتزال البحار يعني أصبحت واسعة لكي ترفع جميع البشر الذين عاشوا فوقها من أول آدم إلى قيام يوم القيامة إذن هنا المد يمكن أن يكون بالاتساع ويمكن أن يكون برفع الحواجز ليس لها أي علاقة بالتسطيح نظن الفكرة واضحة نسمع الفكرة الأخرى التي يتكلم عليها علي منصور الكيالي أما قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها فكان الشائع والمعتقد أننا نحن أثقال هذه الأرض ياسي علي منصور الكيالي ليس شايع وليس معتقدات القول بأن الأثقال هم البشر بل هم الأنس والجن ليس كلام يأتي من فراغ وبدون دليل فهناك آية واضحة تقول سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان إذن هنا نرجع للتفسير هذه الآية المقصود بالثقلان هم الأنس والجن يعني هنا ما همش مع أنت كما تتصور أنت أنهم معتقدات وخرافات بل هذه تفسير علماء الدين للقرآن وأحاديث لمحمد تؤكد أن الثقلان هم الأنس والجن لكن إذا علمنا أن نصف قطر الأرض 6400 كيلو متر فإذا غطينا سطح الأرض كاملا بطبقة من البشر وليكن ارتفاع الشخص مترين سوف نزيد على 6400 كيلو مترين فقط وهذا لا يشكل رقما إذا فرضنا أن الأرض متجانسة ونصف قطر 6400 كيلو متر سيكون وزن الأرض يساوي 6 وأمامها 24 صفرا من الكيلوغرامات إذا أتينا بعشر مليارات من الأشخاص وكان وزن الشخص فرضا 100 كيلوغرام سيعطينا وزن واحد وأمامه 12 صفرا أي ستكون الأرض أكبر من وزن البشر الذين عليها بنسبة تساوي 6000 مليار مرة الأرض وزنها أكثر من وزن البشر إذن نحن لا نشكل ثقلا بالنسبة لهذه الأرض بلا 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 نحلف عليه حتى مسلم ما فهموا ما هو قائد فهنا هذا الكلام اللي كل قالوا بش يقول لنا إلي الأرض مع أنت أكثر وزن من كل البشر تي موقول إلي الأرض مع أنت وزنها كبير جدا بالنسبة للبشر ولكن هل هوني الثقل هي مسألة ثقل فقط أليس ثقل بالأعمالة أليس عندها معنى آخر الثقلة هل الإنسان قيمته مع أنت أنه يوزن 70 كيلو ولا 80 كيلو يا أخي لا تفكيرك محدود يا سي علي منصور الكيالي يا أخي لا تعرش في حديث يقوله تقال معنتها ياسر يقول لك إن معنتها الإنسان فهو ثقل على الأرض يقول لك حتى إذ كان الميت في بطن الأرض فهو ثقلا لها وإن كان فوقها فهو ثقلا عليها فهمت ولهذا سمي الجن والإنس الثقلان لأن الأرض تثقل بهم يعني عندهم قيمة قيمة معنوية ليس قيمة بالوزن فهمت ليس قيمة بالوزن هل الإنسان يحسب بوزنه هل هو حجرة بش تحسبه بوزنه أليس هو قيمة إنسانية إذن هوني فهمت يعني طيحت قيمة الإنسان واعتبرته فهمت ما عنده حتى قيمة غير عبارة على سبعين ولا ثمانين كيلو بش تأكد الفكرة بتاعك اللي ما عندها حتى أساس لا في القرآن ولا في السنة نسمعوك شنو تقولون بعد أثقال الأرض الحقيقية هي الحديد والنيقل المتجمع في مركز الأرض إذا أخرج هذا الوزن ستعود الأرض مسطحة مثل ما قال تعالى وإذا الأرض مدت هوني علي منصور الكيالي جاي بتأويل ليس له أي أساس من المنطق أو الصحة قالك الأثقال المقصود بها الحديد ما فهمتش من بين استمد يعني هذا التأويل وتعلم لأول القرآن من غير علم فليتبوى مقعده من النار إذن هوني علي منصور الكيالي ضمن بلاسته في النار بتأويلاته هذه اللي ليس لها أي أساس من الصحة صحيح ثم رواية أخرى تتكلم على أن الأثقال يمكن تكون الذهب والفضة وخيرات الأرض الموجودة وهنا نشوفوا اللي الأحاديث الكل عند بتتكلم على الأثقال أما تتكلم على الإنسان والإنس والجن أو تتكلم على الذهب والفضة يعني حاجات عندهم قيمة لكن هوني علي منصور الكيالي أنكر كل ما له قيمة واقتصر إلا على ما هو له وزن ثقيل مثل الحديد ولكن هوني نحب نسأل المسلمين هل فهموا ماذا قال علي منصور كيالي؟ وقته قال أن الأرض عندما تخرج الحديد متاحة والمنجل متاحة تولي مسطحة ما فسرناش هو كيفاش للأرض هذه اللي هي مكورة عندما تخرج الحديد متاحة والمنجل والحاجات الثقيلة اللي هو يشوفها كيفاش تولي مسطحة وإنما اكتفى بالقول دون أي تفسير أو أي توضيع وإليكم ما يقول هذا الدجال وتقول الآية الكريمة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم والرؤية تكون بالصوت والصورة فربما تكون الكتب يوم القيامة والله أعلم أنها ستكون بالصوت والصورة ليروا أعمالهم بعد لابقاء علي منصور الكيالي يفسر الماء بالماء ويذكر في الآيات القرآنية واحدة وراء الأخرى يورينا في البعض كيفاش كيفاش كيفا زعمة زعمة ما عندها ذكرها القرآن وصل للأخير قال لك من بعد باش يجيوا يشوفوا الأعمال متاحهم هنا ضحكني سمعتوا ماذا قال يعني قال لك باش يشوفوا أعمالهم بالصوت والصورة يعني الكتاب عبارة على صوت والصورة يعني كما لتابلات لتابلات اللوحات الإلكترونية فيها الأعمال متاحهم لكلها يعني يعني باش يوريك معنتها الوقاحة متاع وفين وصلت يعني يعني يجيه واحد كتاب ويشوف أعماله يشوفها بالتصويرها وبالواحد كانها يعني يبث مباشر شنو أعمل وشنو أم عملش على خطر توقري باش يقول لنا الملكين اللي علمين واللي صار ما همش يكتبوا فهمتا وإنما عندهم كاميرا يصوروا بيها لعبة شنو أعمل وشنو أم يعملش نواصلوا مع هذا الكلون ليس فقط أقول عملت عملت السبب الفلاني لكن الله يذكر الحادثة ويذكر النية التي كنت أقصدها من هذه الحادثة وليس الظاهر فقط هوني نسأل علي منصور الكيالي هل النية امتاعهم الفيديوهات هذية إظهار الحقيقة أم لا ظاهرين على حسب الفيديوهات اللي اسمعناهم والتزوير والتلفيق والتبديل والتأويل اللي قام به علي منصور الكيالي من أجل يبدل التفاسير ويبدل حتى الأقوال اللي قالهم محمد للقرآن ويعطي تأويل خاص به أن الهدف انتاعه ليس الحقيقة وليس الدين وإنما هدف آخر لأنه لو كان بالفعل يبحث على الحقيقة لما زور وما أول وما كذب 1400 سنة من العلماء هم يفسروا في القرآن ويوريوا في المسلمين القرآن امتاحهم جاء هو طيح لهم كل شيء في الماء وعطي تأويل امتاعه هو وقالك هو الحق إذن نيتك عمرها ما كانت إظهار الحقيقة وإنما نية أخرى أكيد ربك يعرفها وانتي بالطبع تعرفها واللي خلصوا فيك يعرفوها ونواصله مع هذا الدجال وتوزيع الصحف وقراءتها هي فقط مرحلة تمهيدية إلى مراحل أخرى من الكساب إحدى هذه المراحل جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان على هذه الأمة آه سي علي منصور الكيالي نسيت معاتش بالصوت والصورة توصحفها تتوزع ولا يقراها ما قلت بصوت بالصورة ولا القراءة مقصود بها صوت والصورة كاللوحة الإلكترونية وهون يختم علي منصور الكيالي الفيديو متاعه هذه نهاية العالم وما بعدها بدون أن يعطينا حتى إجابة متى نهاية العالم إلا أنها قريبة ويختم الفيديو متاعه بعبارة زعمة زعمة مشوقة من أجل أن يجبد العاطفة متى العباد قال لك اللي محمد عينيه دمعت على الأمة متاعه وخليها الأمر متشوق بش العباد ينجموا يتبعوا الفيديوهات متاعه ونختم هذه الفيديو بهذا المقطع من فيديو آخر لعلي منصور الكيالي نخلي لكم التعليق لكم أنتوما وبسلامة ومع فيديو قادم يوم الأربعة القادم سوف نختار موضوع آخر للحاديثي بسلامة شكرا 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 شكرا